نروح لنادي الزمالك مش نادي الزمالك عنده كصص كصص مهمة جدا تخص المدرب طبعا ومن هو ما بعد الموديل الفني السابق خوان كاللوس أسوريو خلال الساعات اللي فادت في أربع مدربين بدأوا يخش قائمة ترشحات تدريب نادي الزمالك أولهم وأقول لكم كل تفاصيل عنهم بعد اللحظات يعني الألماني فرانكو فود والألماني الأقار هو أندريا بارتنيرا والأسباني بيسنتي مورينو والإطالي والتر ماتزاري ده معروف ده كمان فيه مدرب برتغالي وآخر أسباني من ضمن المرشحين لتدريب نادي الزمالك تعال أقول لك السير الزيتية بقى للأربعة الأوليين دول الأربعة الزمالك بيتكلم معهم بيشوف يقدر يتعاقد مع من فيهم تعال أقول لك وهتقول إيه ده اللي هيبقى الأصلحة لو أنت مشجع للزمالك أول واحد فرانكو فودا مدرب ألماني من مواليد 23-4-966 عنده 57 عام يعتمد على طريقة 4-2-3-1 مع الأندية لضربها بدأ مسيرته التدريبية مع نادي شتورم جراتس النبساوي كمساعد مدرب في يوليو 2002 ثم أصبح المدير الفني للفريق في سبتمبر من نفس العام وقضى الفريق في 34 مباراة تدريب الفريق الثاني نادي شتورم جراتس من 2003 حتى 2006 وقضى الفريق في 96 مباراة ثم عاد للفريق الأول في يوليو 2006 واستمر معه حتى إبريل 2012 وقضى الفريق في 262 مباراة بعد كده درب نادي كايزر سلاوتن الألماني من يوليو 2012 وحتى أغسطس 2013 وقضى الفريق في 44 مباراة ثم عاد إلى شتورم جراتس في سبتمبر 2014 وظل معه حتى ديسمبر 2017 تولى تدريب منتخب النمسا من نوفمبر 2017 وحتى مارس 2022 وقضى الفريق في 48 مباراة درب النمسا برضو زي مرسي الكولر آخر محطاته التدريبية كانت نادي سيوريخ السويسري من يوليو وحتى سبتمبر 2022 وقضى الفريق في 18 مباراة وطوة جابت دوري النمساو مع شتورم جراتس في موسم 2010-2011 كما فاز بكأس النمسا موسم 2009-2010 طيب الأسباني بيسينتي مورينو مورينو مدرب أسباني من مواليد 26-10-1974 79-40 عام يعتمد على طريقة 4-2-3-1 مع الأندال لدربها بدأ مسارة التدريبية في نادي خريس الأسباني كمساعد مدرب في يوليو 2011 ثم تولى الإدارة الفنية للفريق في ديسمبر من نفس العام وقضى الفريق كمدير فني في 26 مباراة تولى تدريب نادي ناستيك دي تاجراجونة الأسباني من 2013-2016 وقاض الفريق في 147 مباراة وبعد كده درب نادي ريال مايوركا من 2017-2020 وقاض الفريق في 133 مباراة ثم بعدها انتقل إلى إسبانيول الذي راحل عنه مايو 2022 بعد أن قاضه في 85 مباراة ثم تولى تدريب نادي الشباب السعودي في الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023 وقاض الفريق في 33 مباراة أعتقد آخر محطات التدريبية كانت نادي المريا الأسباني من يوليو وحتى سبتمبر 2023 وقاض الفريق في 7 مباراة توج باللقب وحيد وهو دور الدرجة الثانية الأسباني مع إسبانيول في موسم 2020-2021 بعد كده نروح لأندريا برايتناترار مدرب ألماني من مواليد 2 أكتوبر هنحفظه بعد كده مدرب ألماني من مواليد 2 أكتوبر 1973 يعتمد على طريقة لعب 3-4-2-1 و3-5-2 مع الفريق التي ضربها بدأ مسير التدريبية بتولي فريق TSV هوفلز الألماني المحطة الأبرز في مسيرته كانت توليه المهمة الفنية لفريق شلكة عام 2015 وقاض الفريق في 44 مباراة فاس في 20 وتعادل في 10 وخسر 14 مسجلاً 71 ومستقبلاً 57 هدف قاض فريق زياريخ الأسباني لحصد الدوري عام 2021-2022 وتجربته الأخيرة كانت معه في النهاية وقاض الفريق في 7 أو قاض الفريق لي 7 انتصارات في 22 لقاء وتعادل في 14 وخسر 11 مسجلاً 36 ومستقبلاً 40 هدف بعد كده والتر مدزاري ده بقى معروف ده ومشهور وكل حاجة حلوة يعني ده لو جينا دي الزمالك يا جماله يا جماله طيب بس اعتقد ده أكيد السنة اللي بتاعه أو يعني اللات اللي بتاعه يبقى كبير مدرب إيطالي مواليد 1 أكتوبر 1961 عنده 62 سنة بدأ مسيرته التدريبية كمساعدة مدرب بولونيا إيطالي عام 1996 ثم انتقل بنفس المنصب لنابولي عام 1998 وتولى المهمات الفنية لفريق بولونيا تحت 19 عام والمحطة الأبرز في مسيرته تتمثل في توليه المهمة الفنية لسام بدوريا عام 2007 حتى 2009 ثم تولى المهمة الفنية لفريق نابولي بداية من 2009 وحتى 2011 تولى المهمة الفنية للإنتر عام 2013 ثم تولى المهمة الفنية للواتفورد الإنجليزة 2017 ثم تولى المهمة الفنية لتورينو الإيطالي 2018 المحطة الأخية له تمثرت في تدريب كالياري الإيطالي ثم قاد قبل كده نابولي لحصد كأس إيطالي 2011-2012 سيفي مرعب يعني فعلا لو الزمان يقدر يخلصه بس أعتقد هيبقى الراتب بتاعه كبير أعتقد بس مدرب خبرات مش طوعية يعني